مقطعنا اليوم راح نتكلم ونتعرف على هذا القيتار الجميل من شركة أمبل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد معاكم أخوكم علي الزاير نيك نيم ويف تونر مقطعنا اليوم راح نتكلم عن هذا القيتار الجميل من شركة أمبل نعرف ان هذه الشركة هي من أجمل الشركات وأفضل الشركات وأرقى الشركات اللي صنعت قيتارات قريبة جدا من القيتارات الواقعية لذلك راح نتعرض إلى هذا القيتار بشكل تطبيقي برضو وبرضو راح نتعرف على الأشياء والأمكانيات اللي موجودة فيه بداية نشوف هنا القسم العلوي في عندي المين اللي هي اللوحة الأساسية هادي عندي هنا قسم السترامينج ونعرف اللي يعزف القيتارات عملية السترامينج والأشياء الرثميك اللي راح تصنحها طبعا إعدادات جميلة كثيرة إن شاء الله نتعرض لها هنا برضو في التحديث الجديد عاطي لوبات جميلة ومعزوفات جميلة ممكن أنت تختارها في هذه الخانة برضو التاب هنا معزوفات برضو جاهزة لو حاب أنك تطلع عليها هنا قسم الفيكس وهذه الأشياء اللي يحتاجها القيتار هنا قسم يعني شغلات شوية عميقة هنا أشياء خاصة بالبرنامج وهنا طبيعة العسف بالأصوابع أو بالريشة هنا هذا القسم ممكن أنك تختار ستيريو وان ستيريو تو مونو وان مونو تو طبعا هذه الشغلة ممكن تضيف لك جمالية أكثر في أثناء التوزيع أنك عندك الليفت والرايت مختلفين كخامة أو كعسف ممكن يكون نفس العسف ولكن يختلف يختلف القيتار أو يختلف برضو المايك اللي يتسجل منه يعني هذه من الأفكار اللي برضو يستخدموها في القيتارات أنه مثلا القيتار يتسجل بأكثر من مايك فهذه ممكن أنت تستفيد منها من هذا الجانب هنا الأوبن سترينج هنا الهولد بادل يعني هذه شغلات أنت أثناء عسفك ممكن أنك تعمل لها سي سي وتستفيد منها هنا النويز برضو الأصوات اللي تجي مع عسفة القيتار فنجي هنا للمين طبعا هنا الأجزاء هذه اللي موجودة هنا الأرتيكليشن هنا مثل ما قلنا مايك وان مايك تو مين اللي العلاقة بالستيريو آآ دابل ساوند مثلا هنا يعني كمية اللي أنت تبغاها وهكذا يعني دي الأشياء عادة أشياء آآ متواجدة مع أغلب الانسترومنتات آآ نجي لقسم الاسترامينغ هنا طبعا قسم الاسترامينغ هنا في لاحظ عندي الاسترامينغ تايم يعني لما تيجي تعزف أكثر استرامينغ يعني ممكن الاسترامينغ يكون سريع جدا ممكن يكون بطيء جدا يعني او بهذا الشكل ان شاء الله راح نعزف ونشوف آآ هنا آآ يعني هنا الشغلات كل هاي العلاقة بخامة الاسترام لما أنت تعزف الاسترام مثلا تبغى الاسترام يكون نقي أو تبغى مثلا مشبع بالهارمونيزيشن وهذه الأشياء كل هاي العلاقة بالخامة اللي راح يطلحها القيتار هنا انت ممكن تحدد الكيز يعني مثلا سي راح يكون ميجور الدي راح يكون ماينور وهكذا لما تيجي تعزف السي راح يعطيك الميجور لما تيجي تعزف الدي راح يطيك الدي ماينور وهكذا آآ طبعا هذا انت ترتبها مثلا سي وهكذا يعني هو الترتيب يمشي كده واحد اثنين ثلاثة اربع وهكذا بالطريقة هذي علشان تعمل تعمل اطنع شر كي في المعنى شايفين سي دي اي اف وهكذا اف يعني هنا الاشياء اللي ممكن انت تعملها هنا اه الايقاع او الجملة الايقاعية راح اه يطبقها اه اثناء ضغطك على الزر طبعا هذه الارتكليشن او الفيلينجز اللي راح يصنحها اليك هنا موجودة يعني هنا مثلا نوت اب هنا نوت استرام عفوا هنا استرام اب ان استرام داون لاحظ اه هنا اه مثلا اه مثلا الضرب على الخشبة وهكذا علشان تعمل الاحساس اه الواقعي الى الاسترام طبعا هنا اه الاشياء اللي العلاقة للسوينج وهنا الكوانتايز وان اوفر سكستين وهكي التايم سيجنيتشر نعرف مثلا هذي الاشياء التايم سيجنيتشر اه فوائدها هنا الباتل الممكن انك اه تعمل اكثر من جملة لاحظ لو بغيت تتنقل بين الجمل اكيد هذي انت راح تعملها زي ما قلون سينك اه مع سي سي يعني مع الكيبورد حقك بحيث انك عن طريق الكيبورد بشرة تتنقل وهذا راح يعطيك الواقعية اكثر اثناء العزو اما هنا لاحظ السينك هنا علشان اه يكون ماشي مع السرعة اللي موجودة معاك على البرنامج مع دراسي شباب انا صاير سريع في الشرع علشان اغطي هذا المقطع قدر الامكان اكثر جوانب الالة هذي هنا طبعا هذي معزوفات او لوبات جاهزة وهذي صارت في التحديث الجديدة هنا لاحظ السوينك ممكن انت تختار انت تختار نوعية السوينك برضو الى هذي اللوبز اللي موجودة اه هنا فيلوسيتي هام يعني هذي شغلات مع التطبيقات انت راح تعرفها يعني انا لسه ما اتعمقت فيها كثير لكن يعني نظرة عامة هنا ممكن انت تاخد الجملة وتحطها في الهوست كثيرة كثيرة تضمها هذي الانسترومنت الجميلة طبعا هنا ممكن انت تعمل لود الى كثير من اللوبات اللي موجودة طبعا هما اللوبات لو انت عارف السلم اللي حقك اللي شغال عليه ممكن توصل لها مباشرتان مع الدرة شباب راح نسمع ان شاء الله لكن مش في هذا المقطع المقطع اللي جاي ان شاء الله راح نسمع ونشوف الاشياء اللي موجودة كيف تطبيقها هنا اختيار الكورتز صح التعبير بالطريقة هذي وهنا ممكن تتفعل الموتورانيوم يشتغل معاك طبعا الموتورانيوم هذا انت ممكن تعدل عليه وتختار اشياء جميلة كاصوات يعني احنا نعرف معزوفات القيتار عادة يكون فيها مثل الايقاع المستمر وهو الضرب على خشبة كيتار فهنا الموتورانيوم راح يعطيك هذا الصوت برضو هنا ممكن انت تحدد الكي اللي شغال عليه لو ان انت اخدت على الجي مثلا وغيرت وحاب تغير الى شي ثاني يعني عجبك انت عجبك هذا على الكي الاف لكن انت شغال على ال فممكن انك تروح وتغير وتعدل على ال هنا السرعة اللي موجودة طبعا احنا عملناها ال سينك هنا ما راح تعرض طبعا ومثل ما احنا شافين دي اشياء كلها معلومة ال موجود هنا اخيرا انا راح فقط سمعكم الصوت هنا لكن المقطع الجاي ان شاء الله راح نشوف الاشياء اللي موجودة يعني هن لما اختار الفينجر نلاحظ ان الصوت راح يكون مختلف شوي يعني دار بالصوت اكثر نعرف في القيتار لما تستخدم ال الريشة راح يكون الصوت مفتوح اكثر لما تستخدم الفينجر راح يكون الصوت مكتوم يعني هذي معلومة تعمة اتمنى يكون العرض يعني هذا السريع يعطي لنا صورة عامة عن هذه آلة القيتار ان شاء الله السلسلة هذه ان شاء الله متواصلة وراح نتعرض لهذه الآلة ونشوف توزيع ونشتغل عليها ونشوف واش ممكن نوصل ونستفيد منها آلة جميلة جدا طبعا هذه الشركة عندها جميل جدا انا عندي منهم ثمان آلات هذه اسمها اللي هو النايلون النايلون غيتار هذا كل شيء بالنسبة للمقطع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم ان شاء الله ولا تنسون شباب لايك والسبسكرايب تحية من اليكم أخوكم علي الزاير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته